السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم معكم أحمد عبدالهدي من قناة مصر في نفس التوقيت اللي العالم مشغول بأزمة روسيا وأوكرانيا والتحولات والتكتلات العالمية الكبرى اللي عمالها بتتغير ساعة من بعد ساعة في هذا التوقيت تحديدا هددت الدولة المصرية باستخدام القوة في ملف أزمة سد النهضة إذا ما تدخلتش الولايات المتحدة الأمريكية بقوتها في الملف ده وحسامته السفير المصري بلاد الولايات المتحدة الأمريكية معتز زهران قال بالحرف الواحد إذ لم يتم حل هذا الملف بشكل هذا وبشكل دبلوماسي وتتدخل القوة الكبرى في هذا الملف بشكل كويس وبشكل حاسم من حق مصر أنه هي تستخدم أي خيارات متاحة ومناسبة لها في ملف سد النهضة كل الخيارات مفتوحة الكلام ده والتصرحات كانت منذ ساعات قليلة التصرحات ديت بتتوافق مع تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ فترة وطوال هذه الأزمة اللي كان لنا بيها اهتمام غير عادي اللي هي أزمة سد النهضة الرئيس عبدالفتاح السيسي كان دايما بيقول بالحرف الواحد كل الخيارات مفتوحة لا يمكن أن نقبل المساس بالأمن الماء المصري بأي حال من الأحوال الرئيس عبدالفتاح السيسي وخلال الفترة اللي فاتت نجح في أن هو يستخدم الدبلوماسية المصرية بزكاء وبشكل هادي جدا بعيدا عن الاستفزازات والوقاحة الأسيوبية لحد ما المسائل وصلت حاليا هذا الأسبوع الاشتباك آخر إلى درجة أن الصحافة الدولية بدأت تكشف السطرة عن أن هناك تحركات مصرية وأسيوبية في قلب الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى حالة وجود معركة ساخنة جدا غالبيتنا مش واخد باله منها وهو دا اللي احنا هنكشف السطرة عنه خلال الحلقة دي معروف أن منذ أيام قليلة أعلنت دولة أسيوبيا أن هي بصدد الملء الثالث لسد النهضة طبعا أسيوبيا فشلت في أن هي أساسا تستكمل الملء الثاني بسبب عيوب فنية وبسبب فشل زريع واجه الدولة الأسيوبية طبعا احنا مش بصدد أن احنا نقول هي نجحت ولا ما نجحتش وكل الأحوال الملف دا محصوم يعني بمعنى الملء الثاني لم يستكمل سد النهضة بيواجه عيوب فنية خطيرة جدا المسألة دي احنا شبقنا فيها تحليل لكن اللي يهمنا في الوقت الراهن أن احنا نكشف لحضراتكم السطار عما حدث الشهر دا في قلب الولايات المتحدة الأمريكية من أسيوبيا ومن مصر لأن غالبية وسائل الأعلام الدولية لم تنشر هذه المعلومات رغم خطورتها يعني مثلا من بين الصحف اللي نزلت تقارير مهمة قوي جريدة الاندبندن البريطانية قدام حضراتكم إدارة بايدن تقف مجددا أمام امتحان أزمة سد النهضة الأثيوبي الكلام دا منذ عدة أيام ونشر الموقع تقرير مهم جدا متضمن بعض المعلومات اللي احنا بنشر إليها مع حضراتكم شوفوا مثلا مع بداية شهر مايو إيه اللي حصل من قبل أسيوبيا واللي حصل منذ أيام من قبل الدولة المصرية أسيوبيا عينت في مطلع الشهر مايو اللي هو الشهر اللي فات آه حانان عجمي مظبوط أمريكا ممكن تتحرك في ملف سد النهضة وتساعد مصر لأن هي عازت تتقرب من مصر ومن المنطقة العربية وده أفضل وقت الحل المشكلة ده مظبوط ده صحيح أسيوبيا عينت الشهر اللي فات كبير المفاوضين الأسيوبيين في ملف سد النهضة اللي هو سلشي بيكلي سلشي بيكلي ده كان هو أساسا وزير الري في السنوات اللي فاتت اللي كان ماسك ملف سد النهضة أسيوبيا عينته مبعوض خاص وسفير مفوض لدى الولايات المتحدة الأمريكية من قبل أسيوبيا كن أن أسيوبيا تختار هذا الرجل تحديدا عشان تعينه سفير لها في الولايات المتحدة الأمريكية يبقى المسألة فيها إن أسيوبيا بدأت تتعلم الدبلوماسية يعني أبي أحمد كان أول مجيس سنة 2018 كان يجي يقول بوصم بقى أي حد يقرب من سد النهضة إحنا هنعمل فيه ونسأه إحنا هنمسأه من على وش الدنيا إحنا هنحشد 300 ربعمة 500 600 مليون بنا آدم يدفع عن سد النهضة فلما يجي الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي به في أحد اللقاءات الدولية فينكر كل التصريحات دي ليه حضرتكم؟ لأنه هو أقل من قدرات الدولة المصرية وهو عارف كويس جدا حجمه قوة الدولة المصرية وبالتالي بدأت تتعلم الدبلوماسية أبي أحمد رئيس الوزراء الأسيوبي بعد سلشي بيكلي كسفير لأسيوبيا في الولايات المتحدة الأمريكية أول حاجة عملها سلشي بيكلي منذ الشهر الماضي وحتى اللحظة الراهنة إنه هو التقى التقى بإيه حضرتكم؟ أقام حفل للرموز الجالية الأسيوبية في أمريكا ثم خلال اللقاءات مع قيادات الجالية الأسيوبية في أمريكا دعا لدعم أسيوبيا ماديا وأدبيا في ملف سد النهضة شفتوا حضرتكم؟ سلشي بيكلي كان رايح وعينه على الترويج لموقف الدولة الأسيوبية في ملف سد النهضة ثم أجرى لقاءات مع صفراء أفريقيا بأمريكا خلال الاحتفال بيوم أفريقيا وروج لوجهة نظر أسيوبية في ملف سد النهضة يا جماعة مصر بتتداعي إن سد النهضة ده خطر سد النهضة يا جماعة أساسا عشان مصلحة أسيوبية فقط لغير إحنا عمرنا ما هنأثر على مصلحة مصر وبعدين إحنا بنعين المية بتاعة مصر والسودان عندنا وراء سد النهضة لما مصر تحتاج المية دي تاخدها شفتوا حضرتكم الفيلم بتاع عوكل لما طلعت زكريا كان أخو خطيبة محمد سعد فمحمد سعد كان بيدله فلوس عشان جواز أخته فقال له أمال فين الفلوس بتاعتي قال يا غابي بحوشهم لك البيئة بأحمد شايف إن مصر عاجزة عن إن هي تخزن المية بتاعتها وراء السد العالي فسيادته بيقول إيه أنا بخزن المية لمصر وقت ما تحتاجها أنا بخزنها وراء سد النهضة أساسا وأنا عمري ما هدر مصر طب يا حالتها متفقين أنت عمرك ما هدر مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي قال له طيب تعال اللي أنت بتقوله ده هو هنترجمه على وراء ونوقع اتفاقية نهائية ملزمة رائع مصالح الدول الأطراف لا 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 سعدتك أنا ما وقعش على أي اتفاقيات طب الكلام اللي أنت بتقوله أمام الرأي العام الدولي وقع عليه لا 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 سعدتك أنا عمري ما هوقع اتفاقية ملزمة لي الله إزاي طب أضمنك منين لا 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 كلمة شرف أول ده اللي بيقوله حضراتكم أبي أحمد سلشي بك لأول ما راح أمريكا الشهر اللي فات بدأ يروب لوجهة النظر دي يا جماعة السيوبيا عاوزة مصلحة مصر ومصلحة السودان وأنا بحب مصر وأنا بحب الشعب المصري بس مش هوقع على اتفاقية طبعا حدث ذلك في نفس التوقيت اللي بدأت الدولة المصرية هي كمان بدأت تتحرك وتعلن التحرك القوي جدا في مواجهة تحركات أسيوبيا السفر المصري لدى واشنطن معتز زهران التقى ده الشهر اللي فات التقى بقيادات وزارة الخارجية الأمريكية وبقيادات وزارة الخزانة الأمريكية باعتبار أن هي كانت مشرفة على المفاوضات اللي أجريت في 2020 والتقى بقيادات الكونجرس ووكالات الأمن الأمريكية ومراكز الأبحاث والجامعات ووسائل الإعلام ومعتز زهران أكد على موقف مصر والسودان نحن مع مصلحة أسيوبيا أنه هم يولدوا كهرباء ويولدوا حتى الست الحامل ويولدوا أي حاجة ويخزنوا المية بتاعتهم ويخزنوا الحصة بتاعتهم ونحن مع تحقيق التنمية المستدامة في قلب أسيوبيا شريطة أنه كل ذلك يتم التوقيع عليه من خلال اتفاقية نهائية منزمة ترائم صالح الدول للأطراف يعني سلشي بيكلي بيتحرك زي فرق أعلوز في أمريكا إلا أن مصر ردت عليه بقوة سلشي بيكلي التقى بقيادات أفريقية معتز زهران التقى بكل قيادات الولايات المتحدة الأمريكية أنت جاي تلعب مع مين شوفوا حضراتكم التصريحات بتاعت معتز زهران معتز زهران نجح في أن هو يجري مجموعة حوارات لمجموعة من الصحف الأمريكية الكبرى اللي كان من بينها صحيفة المونتر الشهيرة جدا في أمريكا تصريحاته في الجريدة الأمريكية دي تقال فيها بالحرف الواحد إذا ظلت الأوضاع على ما هي عليه يمكنكم توقع أي شيء هتلجأ إليه مصر دفاعا عن أمنها المائي يعني حالتها أنت وهو لو سبتوا الملف ده بدون الضغط على دولة أسيوبيا عشان تلتزم بالقوانين الدولية ومن غير ولو أنتم ما تبنتوش حملة قوية للضغط عليها على المستوى الأمم والمستوى الأمريكي سوف نلجأ لأي خيارات تدافع عن أمنها المائي يعني إيه حضراتكم يعني مصر من الممكن أن تستخدم القوة في مواجهة ملف صد النهضة أي تهديد لمية نهر النيل مش هيحصل شوفوا حضراتكم مصادر دبلوماسية أمريكية صرحت لموقع اندبندن البريطاني قالت إيه بالحرف الواحد قالت أن بعد التحرك اللي قادته الدولة المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية وبعد تهديدات معتز زهران وتوصيله للرسائل المباشرة لكل قيادات أمريكا هناك دبلوماسيين أمريكيين بدأوا يتحركوا في عواصم الدول الثلاث مصر وأسيوبيا والسودان لتشجيع الأطراف على استئناف المفاوضات بسرعة وواشنطن أعلنت عن قلقها من حالة الانسداد اللي حصلت في المفاوضات دية خلال الفترة اللي فاتت سبحان الله مع أن جو بايدن أول ما وصل للبيت الأبيض قلب الحرف الواحد تعامل مع السعودية مش هتعامل لأن هي دولة منبوزة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وتعامل مع مصر مش هتعامل لأن هي بتنتهك حقوق الإنسان وتعامل مع ملف سد النهضة مش هيحصل نائيا ومصر عليها أن هي تتحرك في الملف ده الوحديها دلوقتي حضرتكم التقارير الدولية بتقول أن هناك مبعوثين أمريكيين بدأوا يتحركوا لدى عواصم الدول الثلاث طبعا الحركة دية محدش حاسس بيها ولم يتم الإعلان عنها رسميا بشكل قوي للغاية على المستوى الدولي حتى على المستوى المصري التهديدات المصرية جت في معادها لأن اختيار هذا التوقيت فعلا زمائل الأصدقاء الأعزاء دية الفرصة المناسبة جدا للضغط المصري لأن الولايات المتحدة الأمريكية عاوزة تتقرب من المنطقة العربية وبالتالي دية أفضل فرصة تستغلها وتستسمرها مصر وإحنا واسقين تمام السقة أن مصر عارفة كويس جدا إمتى تضغط وإمتى تفك إمتى تتقدم وإمتى تتراجع خطوات للخلف لأن الدولة المصرية عارفة كويس قوي أن سد النهضة مصاب بعيوب فنية خطيرة جدا هتلزم أسيوبيا أن هي ما تكملش لا الملء التاني ولا الملء التالت أساسا لأن دي كلها فرقعة أمام وسائل الإعلام الدولية وأمام الرأي العام الدولي أبي أحمد رئيس الوزراء الأسيوبي عاوز يقنع العالم الخارجي أن خلاص سد النهضة بدأ يشتغل وبالتالي هذا معنا ما أقدرش أتراجع لأي حالتها تتراجع رغم أنفك ليه؟ لأن من الممكن أن السد الأسيوبي يصبح أثرا بعد عي الدولة المصرية لا يمكن بأي حال من الأحوال أنها تفرط في قطرة مياه واحدة كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارا وتكرارا لشعب مصر العظيم يا جماعة كونوا مطمئنين هناك أشياء تحدث أسفل السطح الهادئ وأسفل التراويزة لا يمكن الإعلان عنها لكن كونوا مطمئنين على أمن مصر المائي أراكم على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر